حبيبي عم بتطلب هيئة جديدة عم تهتم كتير في أول شي للعزاب طبعا عم بتفكر بأمل كبير بالارتباط وعم تيجي بوادر خير عم يجيك شخص مع فلوس يعني ماديا كتير غني وكأنه مدير أو صاحب بزنس عم بيكون كتير ماديا مرتاح وشخص أيضا رومانسي لكن بيغلب عنده العقل على القلب هذا الشخص اللي جاي في حياتك للعزاب عم هذا الشي عم بيعطيك أمل كبير في الحياة وكأنه كان إشي في السماء يعني نجمه هيك وقربت لك كتير أول شي كنت وحيد وهلأ في بوادر خير يعني لا بالنسبة للعزاب خلينا نسحب لأزواج والمرطبطين أهو المرتبطين نبين عندي فيه فيه شوية علاقة ثلاثية خلينا نشوف وانت عم تختار انت بين خيارين بين شغلتين إلك فترة عم بتفكر فيهم كنت مغمض عن العلاقة إما الثلاثية أو مش حابب أنك تشوفها مش حابب تعطيها اهتمام لحتى ما تنكد على غيرك عم بحسك كتير حاطط يعني عم بحسك كتير حاطط مش حواجز لكن بالفترة الجاي رح تكون متأهب يعني أنت خايف من الطرف الآخر بأنه يترك أو يكون فيه علاقة ثلاثية العلاقة الثلاثية بينه موجودة ممكن تكون مش بس علاقة ثلاثية ممكن تدخل من شخص ثالث إما من العائلة أو طبعا القراءة ممكن تنفع أنه تكون عكسية لكن غشوف بالنهاية يعني شي كتير حلو يعني قربت كتير من الارتباط إذا كنت اللي هو الارتباط الجدي صرت كتير قريب منه لكن ما وصلت له 100% لكن أنت في الطريق وآخر آخر مرحلة في هذا الموضوع عم بشوفك كتير مبسوط للأمور اللي عم بتسير وكأنه فيه بشاير في الموضوع أو فيه شغلات بتدل أن الطرف الثاني عم بفكر فيك بطريقة كتير حلوة أنت كمان عم بشوفك بتحبه أكتر تتمسك فيه أكتر نتيجة قرارات هو رح يتخذها أو عم يتخذها حاليا عم بيحاول هو يبعد كل المشاكل والأطراف اللي عم تدخل بشكل سلبي لحتى يوصل لمرحلة جدية في هذا الموضوع وإذاً ورق كتير إيجابي بالنسبة للمرتبطين ولكن فيه أوراق بتحكي لك أنه كون حذر فيه أنه تاخد قرار في هذا الموضوع خاصة أنه فيه شخص ثاني ولكن مش عم بتحبه قد الشخص اللي أنت معه ولكن فيه شخص عم بيشوفك من بعيد وإنت بالأخير عم بتفكر بين هذا الشخص وعم تختار الشخص اللي أنت معه لكن بيحذر عم تتعامل معه بكتير حذر بالفترة الأخيرة وأنا بنصحك بهذا الإشي يعني لأنه بتظل الأمور مبهمة عبين ما تصير الخطوة بس فيه يعني فيه قطوات حلوة ممكن نقوم فيها الطرف الثاني فيه احتمال 90% كتير ورقة حلوة يعني نيجي للناس المنفصلين اللي عم تستنى رجوع أو بتتشوف يعني فيه ترك نهائي للعلاقة ولا فيه اللي هو ممكن أنهم يرجعوا حاول نشوف إيش المشاكل في العلاقة اللي سببت الانفصال لبرج زن الجوزاء كان فيه أشخاص متدخلين كتير في العلاقة فيه وحوش فيه عندك واحد تنين ثلاثة أربعة ممسي فيه ناس كتير كانت مش حابة هاي العلاقة إنها تكون من الأساس وكأنها كانت تسيطر على الحبيب أو الشخص اللي أنتو تاركينه هاي في الطاقة القديمة طلعت عندنا إذن مش حاليا ولا مستقبلا لكن الحبيب عم بيفكر فيك كتير يعني اللي هو أنت مسيطر على كل تكتيره عم بيفكر فيك خلينا نشوف بالفترة الحالية كيف هو عم بيفكر عم يحلم فيك مبين أنه حارب من أجلك لكن فشل بالفترة الماضية أنت ما كنت عارف لكنه هو كان يحارب أطراف معينين لنجاح هاي العلاقة لكن في غموض وفي تكتم بعدين صار يحس الموضوع أنه صعب كتير يكمل إما بالنسبة للصراعات اللي بناتكم أو بالنسبة الأشخاص حاولوا أنهم عن جد يسيطروا على تفكيره ولكن عم بشوف أنه عم تصفى الأمور مخه عم يصفى تفكيره عم يرجع لعقله عم بتذكر الأشياء والأماكن اللي كنتوا أنتوا تروحوا عليها عم بشوف طاقة نهرية ترابية وهوائية في الموضوع في برضو خبرية في إشي بجمعكم مع بعض وكأنه عم يوصلك خبر فبيهديك نفسيا وبيخليك اللي هو يعني بردت شوي أعصابك وصرت على أمل كبير أنه يرجع في بوادر خير عم بتبين كتير محصوص راح تكون بالفترة الجاي للمنفصلين في إذن هذا بيعني أنه في ممكن فرصة كبيرة للرجوع عم بالأخير عم يتملكك عم يمسكك في إيده لكن في أشخاص في علاقة ثلاثية كانت موجودة ويمكن راح تستمر بعد الرجوع لكن أنت راح تكون عارف يعني أو أنت عارف من البداية أنه في شخص ثالث لكن هو بالأخير راح يمسكك في إيده ورح يتملكك ورح تكون إله هو إلك واللي بيين عندي أكتر أنه هو الطرف الثاني عم بيحبك أكتر يعني أكتر الأوراق بتبين أنه هو اللي عم بيبادر وهو الحنين من عنده أكتر جاي مع أنه مخبي حاله شوي لكن أهو عم بشوفك كتير كنت مجروح وهلأ فيه موضوع عم بتخليك كتير سعيد المبادرة راح تكون من الطرف الآخر أكتر مبين مبين أنه عنده مسؤوليات كتيرة هذا الشخص عنده أحلام وطموح كان مأخر الخطوة اللي هي خطوة الرجوة مبين حتى أنه فيه بعد الرجوع فيه ممكن احتمالية ارتباط لكن عم تكون أنت كتير متأني والطرف الثاني كتير متأني في الرجوع لكن عم بيصير في الأخير كنت كتير هيك بأرق يعني أو حتى كانت صحتك مش ولابد لكن الأمور عم بتصير بطريقة حلوة خلينا نشوف إذا فيه نصيحة لبرج الجوزاء من الكون أو من الطاقة الكونية نصيحة لازم تسمعها خلينا نشوف شو ممكن يطلع دائما إحنا بناء يعني بحاجة لنصايح لشوية هيك بصيرة تعطينا الأمل ممكن أو بتوجهنا بتكشف لنا أمور عم بيحكي لك أنه أكتر الأغلاط اللي كنت تغلطها اتعلم من أخطائك برج الجوزاء عم بتعيد نفس الأخطاء مع نفس الأشخاص فبيقول لك اتخذ يعني اتخذ قرار في هذا الموضوع إذا فيه شخص يعني عم بيحاربك وكذا خلص ابعد عنه بلا من الحروب لقلك بالفترة الجاية عم بيقول لك كون هادي لأنه الكون مخبي لك أشياء حلوة ولكن رح تكون بكتمان يعني وكأنه أنت عم تشتغل كنت بكتمان وعم تفرح لحالك في هذا الموضوع بطلت تحكي للي حواليك شغلات كتير صرت أكتر حكمة أو الكون بحيكي لك صير أكتر حكمة وتكتم على الأمور ما تحكي كل شي عندك حتى للطرف الآخر خلي فيه شي إلك مساحة إلك تفكر بنفسك والنجاح رح يكون حليفك ها بيحكي لك بق ورق كتير حلو اللي هي بيحكي لك أن الناس اللي جرحوك ما ترجع لهم حاول أنه ما تكرر هذا الإشي في حياتك أو ما تعطي فرصة أكتر من فرصة أنت عم تعطي فرصة كتير لشخص معين فالكون عم بيحكي لك لا اتخذ قرار في هذا الموضوع حب حالك أكتر لكن أنا شايفة يعني تطلع كتير فيه كوت حلوة من بعد هذا من بعد شرحه كبير وغدر كبير لكن أنت بعدت عنه في طاقتك الحالية وكأنك بذلت جهد لحتى تغير طاقتك ببشرك أنه فيه كتير أشياء حلوة ناطريتك إذا كنت عم تستنى شغلة أو موضوع معين الحظ معاك هاي الفترة كان بالنسبة للجوزاء بشكل عام نصيحة أخرى أو خلينا نشوف الورق اللي بتطع عم بتكون منتصر فهو ببشرك يعني كل ورق حلو اللي عم بطلع عم ترسم بحكي لك أرسم طريقك في نفسك ما تستنى الآخرين يساعدوك بيحكي لك فيه أموال جاي فيه أموال رح تمسكها في إيديك لكن رح تصرف كتير فتكون حذر من هاي الناحية رح تكون محارب في الفترة الجاي لكن انت على نصر مقبل فبحكي لك الطمن يعني الشغلة اللي كنت تحارب عشانها رح تكون عندك جميع الأدوات لحتى تحصل على هذا الإشي أنا بطلع له أكتر للعلاقة العاطفية بحكي لك عندك كل شي انت عندك ممكن جمال مادة عندك استقرار عندك حكمة عقل فكل هادول الأشياء بيحكي لك استعملهم في العلاقة خاصة العاطفية من ناحية عاطفية إذن هذا كل شي بالنسبة لبرج الجوزاء ورح ننزل في الفترة الجاي اللي هو طلبتوني عن التخاطر وكيف جذب الحبيب وهاي الأمور واستعمال التخاطر للمنفصلين وحتى للمرتبطين يعني أول فيديو بعد كل توقعات الأبراج رح يكون عن هذا الموضوع وإن شاء الله بتستعملوا بالطرق اللي أنا رح أحكي لكم عنها واللي هي مجربة مني شخصياً ومن الناس اللي كانوا في الكورسات اللي كنت أخذها يعني عن الموضوع عن موضوع التخاطر وقانون الجذب فأكثر من طريقة مجربة ممكن أنك تحل أمور كتير وتوصل رسائل لأشخاص معينين أو تسيطر على مخهم من خلال طرق معينة رح نوضحها فقل لك لبرج الجوزاء قراءة كتير حلوة ممكن توصل لتسعين بالمئة من اللي أنت بتكيها شهر تموز كتير عم بيكون الحظ معك في بلعب دور عم تحصل على شغلات ما كنت متوقعها أصلاً وما كنت عم تستناها بتحصل عليها هيك فجأة وتفرح بتحصل على فرحة وفيه شفنا أخبار وراء بعض